طيب نكمل يا شهاب كده احنا فهمنا في الفيديو اللي فات ايه هي الجواسكريبت انجينز تم كده وعرفنا دور الانجينز دي ان هي هتحول ببسطها خالص الجواسكريبت كود لماشين كود عشان الماشين بتاعتنا تقدر تفهمها تم كده وتكلمنا على اكتر من طيب من الانجينز اللي موجودة وقلنا ان كل شركة عندها براوزر معين بتستخدم او عمل الانجين بتاحها تم كده وتكلمنا عن شوية انجينز هي متوفرة تم كده طيب احنا عايزين بقى نبدأ نتكلم بشكل سبسيفك اكتر عن ال V8 انجين طيب ليه ال V8 انجين لان ال V8 انجين ده مش عشان بس جوجل اللي بتستخدمه او كده او ان جوجل هي اللي عاملاه لا عشان نود او هو مختص بالسكوب اللي احنا عايزين نشرحه ان نود بتستخدم ال V8 انجين لو جينا هنا تاني طبعا احنا قلنا دي ال انجينز اللي موجودة عندنا تم كده دي امثلة عندنا V8 انجين زي ما احنا شوفنا كده ان جوجل هي اللي عاملاه وفي نفس الوقت بيستخدم في جوجل كروم وفي نفس الوقت هو included على النود جي اس او جوا النود جي اس طيب تعالي نروح كده واعطيك انت ربطت الدنيا كده بما ان احنا بنكتب في نود جي اس جواسكريبت فانتج جواسكريبت دي كانت محتاجة انجين يفهمه فدلوقتي نود بتستخدم ايه؟ بتستخدم V8 انجين تعالي نرجع تاني كده انا عايزة ارجع تاني لموقع النود لو دخلنا هنا في الجزء الخاص بالدوكمنتيشن تمام كده؟ هنا في الجزء الخاص بالدوكمنتيشن هنلاقي هنا في عندي هنا في تمام كده؟ هتلاقي عندي من ضمن اللي نود بتاعتمد عليها ال V8 انجين اول ديبندانسي نود بتاعتمد عليها ال V8 انجين وخاص كده قلنا الموضوع كده بقى منطقي بالنسبة لك ان نود جي اس لما انت بتكتب جواسكريبت فمحتاجة انجين يفهم او يكمبيل الكود اللي انت هتكتبه بالجواسكريبت لماشين كود فنود جي اس بتستخدم عندك ال V8 انجين طيب جميل جده عايزين بقى نبدأ كده يعني نتكلم شوية عن V8 انجين خلا ندوس كده نشوفها يفتح هنا الموقع الرسمي ل V8 طيب احنا عايزين نروح على V8 نفسها طيب جميل كده عندي هنا V8.div ده الموقع الرسمي ل V8 انجين طيب كده عايزين بقى نشوف V8 انجين دعبنا عن ايه طيب كده احنا خلص عارفنا ان هو بيكمبيل الجواسكريبت بس خلا نقرى شوية انا زومت عشان تبدأ تشوف انت فهي بقولك هنا هنكبر اكتر كمان V8 انجين هو جوجل open source high performance javascript خلا نمشي برضو واحدة واحدة open source فهو متاح تكلمنا يعني open source قبل كده high performance هو حاليا احنا بنقول ان اسرع يعني javascript انجين موجود هو V8 اللي مستخدم في جوه الكروم تمام كده طيب هو ليه اسرع يعني مسلا لو عملنا مقارنة سريعة كده بين V8 انجين وحاجة زي مسلا spider monkey اللي احنا زي ما شوفنا هنا spider monkey spider monkey اللي مستخدم في firefox فهتلاقي ان هنا V8 انجين عندنا لما بيجي يعمل او يعمل convert لجواسكريبت كود لماشين كود فهو بيعمل الكلام ده بشكل مباشر تمام كده لكن عندك spider monkey هو بيحول اول حاجة لبيت كود على ما اتذكر لبيت كود وبعد كده البيت كود ده بتقدر من رون انتا ترنو على فيرش والماشين على ما اعتقد تمام كده فانتها كده باستخاص قوياتنا يعني تقدر تكمبيلوا بعد كده للماشين كود فمسلا دي من اذاب قوة او سرعة الجواسكريبت انجين اللي هو ال V8 تمام كده تمام بس معالينا احنا احنا مش مقارنة هو V8 انجين اسرع ولا او مش يعني احنا مش هنا مش دورنا ان احنا نقارن بين الانجين اس دي وبعدها احنا ركزنا على V8 انجين بالزات عشان نود بتستخدمه يعني لو نود كانت بتستخدم مسلا جواسكريبت كور انجين كنا هنشوف كنا هنركز على الجواسكريبت كور انجين تمام كده ده بس الهدف احنا مش في هدف ان احنا نقارن بين انجين وانجين تاني تمام كده او بداخل او بجانب الجواسكريبت كوت وطبعا دي حاجة كبيرة جدا وحاجة كويسة جدا انت ممكن ترى عن الويب اسمبلي هنا بالتفصيل اكتر تمام كده بس عموما يعني هو ده برضه مش اواتف سكوب انا بحاول بس افتح لك معوضية لو انت عاوز تحب تغير فيها لكن احنا زي ما قلنا هو وفهمنا دور اصلا الانجين ده يعني ايه هو بقى هنا بيقول لك انه هو مهم جدا يا شهب تمام كده طيب جميل جدا وبيقول لك انه هو هنا بيستخدم في كروم جوا الكروم وفي نفس الوقت بيستخدم في نو جي اس وفي نفس الوقت تخد بالك ان viét انجين ده viét انجين ده open source هو برضه بيستخدم في مهم يوجد تانية يعني هو اشهر حاجة انه هو بيستخدم في كلام وفي نفس الوقت بيستخدم في لووب جي اس لكن مش معنى كده انه هو ما بيستخدمش في اماكن تانية هو بقول لك هاو انه بيستخدم في امكين تاني خد بالك ان انت اصلا ال V8 engine ده ما هو السورس كود موجود يعني السورس كود هنخش تعالى يعني مثلا لو جينا دخلنا هنا على V8 engine على الجتاب تعالى نشوف السورس كود كده فهتلاقي انت عندك هاو ادي الوفيشال ميرور of V8 engine تعالى كده فانت بستخص ده عندك السورس كود فانت ممكن تنزل السورس كود ده عندك وتبدأ تلعب فيه ويبقى عندك engine ترن فيه جواسكريبت بتاعك ما فيش اي مشكلة لو انحنا دخلنا مسلا على السورس كود كده مسلا دايما السورس او الكود ببقى موجود عندك هنا في الجزء ده تعالى نخش مسلا على حاجة زي مسلا ال D optimizer مثلا 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 يعني تعالى كده نخش على مسلا هنا ال architecture او ال CPU architecture اللي بيدعمها ال V8 بس عاماتنا هتلاقي اهو c plus plus و dot h dot h و dot c plus plus هو ده هتلاقي برضه هو c plus plus code مفيش مشكلة بس ده ال headers يعني dot h اللي هي بترفير ل headers و c plus plus او c dot c c اللي هي c plus plus تعالى كده طيب وده عندما انت شايف كده code javascript hash and collude code javascript مفيش اي مشكلة code c plus plus الصورة يا شايف code c plus plus تعالى كده لان زي ما احنا قلنا هنا ال V8 اعيل لك اهو انه هو written in c plus plus فانت كل ده طبعا كود كبير جدا يعني كود مش قولي لاشا هيتخذلكو ان انت عندك هنا كل ده عبارة عن كود c plus plus تعالى كده دور V8 engine دور السورس كود ده كله انه هو يعمل ايه؟ يحول ال javascript خلاص احنا فعلنا دور javascript engine يحول ال javascript اللي هي machine code تعالى كده احنا بنقول بقى ان فيه engine اسرع من التاني دي بنده على ايه؟ دي بنده على ال implementation بقى تعالى كده؟ يعني ممكن ام بلعل must beLevative ما بصراحة غير معلومة انت ممكن تخش تشوف ده يعني ممكن اشوفينا ت عمل راجل ده ممكن تدخل هنا لا اقصده ان انت عندك ممكن ممكن كار ممكن ي done ايه من الشرط ان هو ساعد ام بلعل Scrum مش شرط يكون باستخدم ممكن استخدم حاجه تاني كذلك برده شكرا ممكن يكون التعالى باستخدمof شرط processes تعالى كده يا شباب ما بástفن الكده خلينا نقفره دلوقتي فاهمني؟ ده المقصود فاهمي الآخر كده يعني أي إنجين والتاني اللي هيفرق السرعة بين إنجين والتاني بتاع الإنجين نفسه تاهم كده؟ احنا عندنا هنا هي بتاعها معمول بسي بلاس بلاس تاهم كده؟ طيب جميل جدا اخذ بالك يا شابي احنا دايما بنتكلم هنا السي بلاس 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 و سي يعني دايما بنتكلم أن اللغة دي يعني دايما بالحاجات اللي هي شوية بنستخدمها لأن السي بلاس بلاس بتديك إمكانية كبيرة كنترول كبير في إن إنت تتعامل مع الابريتنج سيستم تتعامل مع الهاردوير بتاعك كل الكلام ده يعني تلاقي يعني مثلا إنت عندك إنت لو عايز تريد فايل بسي بجوا سكريبت مش هتعرف تعام كده؟ هو أنت أو ممكن بجوا أو بايسون ممكن تعمل الكلام ده بس أنا لأي إلاك مثلا لو حنا نجز بالسيفك دوقت جوا سكريبت لو إنت عايز تريد فايل مش هتعرف لو عايز تعمل بجوا سكريبت مش هتعرف بس لفكرة إزاي؟ طيب لكن عندك سي بلاس بلاس أنت تقدر تعمل كل الكلام ده كله بالإضافة كمان أنت تقدر توصل لحاجات في الابريتنج سيستم بتاعك وفي الهاردوير بتاعك عن طريق سي بلاس بلاس بس تقدر تتحكم في الرام بتاعتك والناس اللي درست سي بلاس بلاس وعرفت كلام ده كله فهي فهم الكلمة أنا بقوله تمام كده؟ فأنت سي بلاس بلاس عندك أو مثلا السي هي بتديك إمكانات كبيرة كنترول كبير على الهاردوير والاوبريتنج سيستم بتاعك بس في المقابل برضو خد بالك أنه أنت كل ما يوقع عندك أنه أنت تحكم كبير المسؤولية بتزيد طيب كده؟ أنت محتاج أنه أنت لو بتخزن مكان معين في الرام طيب لما تخلص شغل على المكان ده محتاج أنه أنت مثلا تفض المكان ده تاني لو أنت بتخزن مكان محتاج تعدد أنت المكان ده هتخزنه فيه بالزبط عشان ما يبقاش فيه أصلا حاجة تانية متخزنة فتمسحها بالغلط الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا فمش معنى أنه أنت لما الناس بتكتب سي بلاس بلاس أو سي معنى أنها بتديك كنترول أو تحكم كامل في الهاردوير والاوبريتنج سيستم بتاعك ده مش معناه أنه برضو أنه الموضوع كده سهل بالعكس ده الموضوع أصعب جدا وفي نفس الوقت بقى محتاج منك مسؤولية كبيرة جدا لأنه كل حاجة أنت هتعملها أنت هتأخد يعني هتقواخد بالك منها جدا تعم كده تاكده بسطة خالص طيب عشان أنا مش عايزة يعني أطلع لكم بره موضوعنا لنرجع تاني يبقى هو وفي نفس الوقت هو بيستخدم في كروم وبيستخدم في نوت جي اس تعم وفي نفس الوقت أنت نفسك تنزله وتستخدمه أو أي حد يقدر أن هو يستخدمه في حاجة تانية تعم كده وهنا هو بيقول لك أن والله هم عاملين كامل فبقول لك أنه هذا الديكمنتيشن ده والله بساعد السي بلاس 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 ديفولوبرز أنهم يقدروا يستخدموا الفي ايت في الابليكيشن ستاعتهم تعم كده وده اللي عمله اسمه طريبا رايان دال اللي هو عمل نوت جي اس هو عمل كده أخذ الفي ايت انجين وحطه مع حاجات تانية هنفهم إيه الحاجات التانية دي الدبندانس الثانية وقدر أن هو يكتب كود جوابا سكريبت يقدر يران براوزر لأن لغاية وقتها كان ده مستخدم في جوة الكرون بس أو الجوابا سكريبت انجينز عموما هي المعتادة لأنها تستخدم جوة البراوزر فجي الراجل اللي هو عمل نوت جي اس رايان دال يعني إحنا لسه كمان هنتكلم مش عايب في المواد ده بس أنا عايز أوصل لك أن الجملة دي ده معناها ده اللي حصل بالضبط مع نوت أنه نوت الراجل راح أخذ زي ما شفنا في الدكومنتيشن دلوقتي أخذ عشان تخليك أن تكتب كود جوابا سكريبت تمام كده مع شوية ديبندانس الثانية تمام كده فمكنك أن تكتب كود جوابا سكريبت برا البراوزر تمام كده وهنفهم الكلام لو أنت مفهمت الشيء الجملة اللي أنا قلتها دي هنفهم الكلام ده أكتر بس ده معنى الكلام ده يعني معنى الكلام ده أنه أنت عندك دلوقتي ده open source فأنت الـ developer أي سي بلاس بلاس ديفولبر يقدر أنه يأخذ الكود ده ويقدر ييمبليمنته وييمبيد كود سي بلاس بلاس تاني بـ features تانية تمام كده يعني تقدر أنت عندك هو open source فأنت ممكن تضيف features الخاصة بك تمام كده طيب جميل جدا طبعا هنا بالإضافة أنه هو بقول لك أن أي developer سي بلاس بلاس يقدر يضيفه في الـ application بتاعه اللي هو بيتكلم هنا عن الـ V8 engine كان بيقول لك أن أي وقت يقدر أي حد يعني مهتم بالـ design بتاع الـ V8 and performance يقدر يبص عليه وما فيش مشكلة تمام كده وهنا بيكمل لك يعني أن ببسطة خالص زي أي documentation هو بيبدأ يشرح لك شوية حاجات عن الـ documentation الـ documentation يعني بيوضح لك الـ V8 ده بيعامل إيه وهكذا تمام كده طيب جميل جدا هو بيقول لك بيعامل describe لـ some design details وهنا بتكلم شباب عن الـ system design تمام كده الـ system نفسه وشكل الـ design عامل زي هو الـ V8 engine تمام كده لأن خبالك أنت بتتكلم الـ V8 engine إن السورس كود بتاعه انت بتتكلم تقريبا يعني ملايين من سطور الكود يعني مش انت بتكلمش هنا يعني ده ده أنا دخلت جوا folder واحد بس أو directory واحد في كل الكلام ده تمام كده طيب تعال هنا نكمل برضه about V8 هنا بيقول لك أن V8 engine بيامبليمنت الإكماسكريبت والـ web assembly خلاص قلنا بسطة خاصة هي web assembly وده وتسكوب الكورس يعني تمام كده لكن أهم حاجة الجزء إنه بيامبليمنت الإكماسكريبت تمام كده يبقى لما ده معنا إيه لو تفتكروا احنا قلنا الإكما اللي هي language specification تمام كده واللي بقى جواسكريبت بتطبق الـ specification دي فعندنا الإكماسكريبت تمام كده فده معناه يا شاب معناه إن أي feature هتتضاف أو أي implementation أي rules هتتضاف في اللغة هيبقى ال V8 engine بيدعمها ما فيش أي مشكلة وده هي كبيرة طبعا وهاية كويسة جدا إنه دايما updated بالكلام ده تمام كده طيب جميل جدا هنا بيقول لك بقى إن ال V8 engine بيرن على Windows 7 والنسخ الأبعد كده الماكو اس من أول عشرة بوينت تناشر وإنت طالع تمام كده واللينكس طبعا يعني كل operating system بيرن عليها وبيستخدم إننا ال CPU architecture يعني سواء الـ 64 الـ i-a 32 أو الأول ARM processors دي كلها CPU architecture تمام كده الـ CPU architecture ده شاب كل يعني زي ما إحنا عارفين يعني فيه الـ 64 وفيه الـ 68 الحقيات دي كلها عشان طبعا يعني كل CPU architecture معين بيفهم اللغة بتاعته أو ليه لغة معينة بتكلموا بيها تمام؟ المواد ده اللو level أول شاب مش عايزة أدخل معاكم فيه بس الخلاصة يعني إن ده حتى إحنا شوفنا لحنا ما فتحنا هنا السورس كود فإحنا قديده وشوفنا هنا أنواع الـ CPU architecture اللي ده ده بيدعمها تمام كده؟ معناه يعني مسلا أنا CPU بتاعي مسلا هنا عندي اللي هو معناه كده إن لو نزلته عندي يشتغل مفيش أي مشكلة تمام كده شاب؟ خب بالك إن ده كده تقريبا يعني بتكلم مغطية معظم الـ CPU architecture اللي موجودة يعني عشان برضو أنت ما تقلقش من النقطة دي تمام كده؟ طيب عشان بس طبق أنت فاهم يعني ده معنى ده معنى الكلام ده تمام كده؟ ده معنى الكلام ده تمام؟ أنا مش محتاجة تعرف أكتر من كده يعني أنت لو حابب تقرأ بقى وتكمل كل الكلام ده ما فيش أي مشكلة أنا مش عايزة اكتغرف أكتر من كده اللي أنا عايزة اكتغرفه إن ده الـ V8 engine بيستخدم في نود جي اس ودي أهم حاجة عشان إحنا هنشوف بعد كده إن من ضمن الـ نود جي اس الـ V8 engine وعارفين الـ V8 engine دوره إن هو يرن أو يحول كود جرافا سكريبت اللي إنت بتكتبه لماشين كود طبعا هو مش عكده بس لما نود ده عملت له بايند في نفس الوقت إن ده قدرت تكتب كود تاني بالـ C بلاس بلاس تمام كده؟ طيب جميل جدا خبالك برضو إن انت ممكن تيجي هنا تقرأ شوية إني بيقول لك هنا الـ V8 بيعمل واند اكسيكيوت لجابا سكريبت سورس كود بيهاندل الممري اللوكيشن فر اوبجيكس ممكن تقرأ الكلام ده كله تمام كده في نفس الوقت الجوز الخاص بالجربش كوليكتس للأوبجيكس تمام كده؟ انت ممكن تقرأ الكلام ده يعني شوية حيات لطيفة خبالك يا شباب يعني فكرة ان انت تفتح بتاع الحاجة اياً يكون اللي انت بتبص عليها وتقرأ وتفهم الحاجة دي عبرها عن ايه؟ دي حاجة كويسة جداً يعني انت مع الوقت حتى لو ما فهمتش بنسبة مية في المية الحاجة اللي مش فهمها اخدها وابدأ يروح سيرش عنها الحاجات دي مهمة جداً يا شباب صدقني دي الحاجات اللي هتطورك كونك ان انت يبقى عندك فكرة كويسة جداً عن التول اللي انت تستخدمها والدبندنس اللي بتعتمد عليها طيب جميل جداً خبالك هنا انت شوفه عند كومنتشن منظم جداً ان انت بقول لك عايز تبلد ال V8 من انت مسلاً عندك السورس كود دوت ازاي ان انت تبلد انت في الاخر ده سي بلاس بلاس كود فانت تضع من خلال السورس كود ان انت استخدم مسلاً كومبيلر معين زي جي بلاس بلاس الناس اللي بتكتب سي بلاس بلاس هتحول او هتطلع الاكسيكيوتابل فايل من السورس كود ده هيبقى حاجة زي النوت كده يعني حاجة زي النوت انت يعني لو فتحنا كده خلين نفتح الترمينال خبلك شعب ان الكلام ده لسه عايده تاني لما نشرح نوت بس انا بديك بس مثال ان انت مسلاً لو اعتبر ان احنا رانينا دلوقتي خلنا بس بيعمل update تمام اعتبر ان احنا دوقتي عملنا بلد للسورس كود ده وطلعنا اين يكن اعتبر يعني النوت ده اعتبر ده الاكسيكيوتابل فايل تعم كده مجرد ما تران الاكسيكيوتابل فايل تعم كده زي كده فهيفتح لك حاجة شبه كده بزد تقدر ان انت تكتب سي بلاس بلاس كود تعم كده تقدر تقول مسلا اه سي اه جواسكريبت كود شعب شعب دايما دينام اللقبطة معي شوية في الحتة دي بس هنا تقدر تكتب جواسكريبت كود وهو هيعمل له كومبيل عشان الكمبيوتر يقدر يفهمه تعم كده بس بس خبيلك هانا جوا نوت بس احنا علي انا بفاهمك دلوقتي لو انت عملت بيلد لل في ات سورس كود ده شكل هيطلع لك اسكيوتوبال فايل تران اسكيوتوبال فايل هتلاقي نفسك جوا كونسول شبه كده تعم كده شعب طيب جميل جدا خلينا دقتي نرجع تاني برضو هنا بلقي الديكومنتيشن وبص كده بص صريح لو في حاجة انا محتاجة اقولها لكم اعتقد احنا كده امورنا تمام انا مش محتاجة تعرف اكتر من اللي انا قلته كده فاحنا اتكلمنا اسبسيفك تاني يا شباب اتكلمنا اسبسيفك عن مش عشان هو افضل من الانجينز تانين هو اسرع بس مش معنى كده ان هو افضل حاجة او هو كده يعني احنا مش في مقارنة دي مش عشان نقارن ما بين الدي ات انجين وبين الدي نو وما بين اه سوري دي ران تايم انفايمون زي النود وخد بالك برضو يعني اشان تبقى فاهم برضو الدي ات انجين مستخدم جوه دي نو تمام كده؟ وخد بالك نفس الاصر اللي هو اسمه الريان دال اللي عمل نوت جي اس هو نفسه اللي عمل الدي نو تمام كده؟ والاتنين بيستخدموا عشان تقدر تكونبيل الي كده بالاخhartئة ان الفيه تينجين مع النود ومع دي نو تقدر تعمل حاجات تانية تمام كده ده كده كده سي بلاس بالاس كود فانت تقدر تكتب بقى سي بلاس بلاس كود يعمل حاجات ثانية تمام كده وهنفهم الكنارم دلوقتي ومن الجوافة سكريبت كور ومبين الشاكرة يعني مش بنقارن الانجين سبع ها احنا شرحنا ال V8 او يعني دخلنا شوية نتكلم عن V8 عشان هو اللي مستخدم في نود جي اس ودوت كده يعني بدأنا مشينا جزء كده يعني شوية اه تعرفنا شوية يعني ايه يعني ايه ان لجزء بتاعنا ان احنا يعني ايه جوافة سكريبت كده وتكلمنا كمان على بتاعها وتكلمنا بقى عن ديبندانسي من الدبندانسي اللي بتستخدمها نود اللي هو ال V8 engine تم كده خلينا بقى في الفيديو الجاي نتكلم عن ال Javascript run time عشان بعد كده يبقى انت كده فهم نوصل لك المفهوم بتاع النود جي اس وانا عارف ان ده مفروض لو وصلت الوقتي انت فهمت ان النود عملت ايه اخد ال V8 engine يعني اخدت ال V8 engine اللي مستخدمه كروم تم كده وراحت حطته عندها من ضمن الدبندانس بتاعتها تم كده يبقى دور ال V8 engine كان انت تقدر تكتب Javascript بالاضافة بقى ان هي ضفت شوية الدبندانس غالبا شوية الدبندانس دي هتقوم مكتوب بالس بلاس بلاس اعتبر انت مش فهم حاجة خلص اصلا متعرفش عشان تقدر تضيف فيتشارس تانية زي مسلا انت عندك الجواسكريبت ما بتقدرش ان انت اكسس فايل ما بتقدرش تعمل فخلاص من كده كده ال V8 ده مكتوب بالس بلاس بلاس طب ما انا اقدر اكتب شوية سي بلاس بلاس تانية السي بلاس فانكشنز دي هتقوم بادوار معانا زي مسلا فانكشن تروح تريد من فايل مسائل تقام كده انا لغاية ده وقت لسه حاشر حكي عن ده شاب بس هتبر ان انت متعرفش الكلام ده فخلاص انت تقدر يعني ايه تستنتج الدنيا ماشي ازاي نوت جي اس دي عبارة عن ايه تقام كده فخلاص انا ده سي بلاس 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 كود تب ماشي تب ده بتاع ال V8 هو بس بيعمل كوبايل لكود الجواس كريبت ليه ماشين كود عشان الماشين تقدر تفهمه طب قلنا كده طب هو انا ما اقدرش اكتب شوية سي بلاس بلاس كود تانية تقوم بشوية وظيف الجواس كريبت ما تقدرست تقوم بيها اه اقدر زي مسلا ان انا ريت فايل زي مسلا لانا عمل نتورك ريكوست مسلا ايه المشكلة طب ما اكتب الكلام ده شوية فانكشنز بي او شوية كود يكتب بسي بلاس بلاس وال V8 يقدر يعمل ما بين الفانكشن اللي مكتوبة بالجواس كريبت والفانكشن اللي معمول لها بسي بلاس بلاس انا لغاية دلوقتي بقولك ايه انا بستنتج انا بعتبر نفسي ما اعرفش حقيقة خلص وبستنتج زي زيك كاني بسمع الفيديو زي زيك تمام كده طيب انا انا عايزك توقف فاهم لانا قلته ده لا انا عايزك توقف فاهم لانا شرحته لغاية دلوقتي ده لانا قلته ده كده كده هامشي معك واحدة واحدة وهوصل لك من معلومة بس انا عايزك برضو ان انت ايه وانت بتتفرج استنتج احنا قلنا خاص ال V8 انجين ده بيستخدم جوا براوزر عشان يرن جواس كريبت كود طيب جميل جدا اخدنا برا البراوزر عشان نعمل انفيرومنت او ران تايم انفيرومنت طيب انا اهو ال V8 ده مكتوب ايه بسي بسي بلاس بلاس كود طيب مع جواس كريبت فيها شوية فانكشنز بتقدرش تعملها اللغة نفسها مش متمكنة هي لانتعملت لقلاين صيد طيب ما قدرش عامل بريدج كده لانا اكتب كود بسي بلاس بلاس اللي بيديلي مور فليكسابلتي ويديلي مور كنترول للهاردوير والاوبروتنج سيستم بتاعي يبقى الكود بيتنفس بسي بلاس بلاس بس انا اكتب بالجواس كريبت طيب مع ال V8 ممكن تعمل الكلام ده برضو بس طيب فكرة شعب انا لسه لسه هنتكلم بدا ال V8 ممتعملش كل الكلام ده بالتفصيل مش هي اللي بتروح تعمل بس انا بقى اكلمك الفكرة في ايه ان انك ممكن اكتب كود بسي بلاس بلاس و انا دي بكود الجواس كريبت تعم كده طيب جميل جدا انا مش عايزك الكلام اللي اقولته في الاخر ده مش لازم تققى فاهمه مية في المية لو حد عنده اصلا خلفية مسبقة فهو فاهم لانا بقوله ما عندكش خلفية مسبقة استنتج معاية وخلينا من الفيديو الجاي نتكلم عن الجواس كريبت رانطايم وبعدين خاصت بانت وسطتك الفكرة كاملة الجي اس دي عبارة عن ايه ندخل بقى بعدها بازن الله احنا نملمن تكود ونفهم بقى نفسها الشغل ايه احنا ده كل получ fosse ياخد بالكوا بالرد على سؤال واحد ايه هي نوجي اس الان اخد بالك لغاية دلوقتي احنا ما دخلناش نوجي شغلها ازاي احنا كل اللي احنا بنتكلم gehe دلوقتي او السؤال اللي احنا برض عليه الجي اس دي عبارة عن ايه بنرد على السؤال ده بس طيام كده شباب طيب أتمنى أخذ بالك السلسلة دي معلش الفيديوهات هتبقى مختلفة عن السلاسل التطبيقية الفيديوهات ممكن تبقى طويلة شوية لأن حيب نتكلم عن طبيق معين لازم نتكلم فيه بالتفصيل فمش هينفع أن حيب نوقف ونكمل طيب خلا نكمل الفيديو الجاي ونتكلم عن الجواسكريبت رانطايم عشان نقدر نرد كده على السؤال ده بالكامل